اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن دلالات أني أشتاق للميت يعني إيه قضية يعني طبعا رؤية الميت له صور كتير جدا ومشاه كتير جدا لكن أنا هتكلم عن جزئية واحدة يعني أشتاق لميت في المنام هل رؤية على الظاهرية أم أن لها معاني مستترة هو طبيعة الحال معظم هذه الرؤى قد تكون على ظاهرها لأنني فعلا أشتاق لهذا الميت فرؤية الاستياق للميت ربما تدل على الأخبار سارة ربما تدل على تحيي أمنية ربما تدل على أنني يعني في قلق في توتر في خوف من المستقبل في أمر أنا دخل عليه محتاج المشورة والشخص ده كان بينفعني في المشورة عشان كده أنا اشتاقت له خلاص كده رؤية الميت هو الذي يشتاق إلي دي معناه هي بقى هذه الرؤية تدل للأسف الشديد على بعض المشاكل لأهل أسراته إذا كان الميت معلوما وقال بعض المفسرين أن رؤية سيئة للغاية قد يمرض صاحب الرؤية قضيت بقى البعض الأرائي اللي قاله أن دي بتدل على قرب أجل أنا ما بعتقدش في الكلام ده رؤية النوم بجوار الميت وأنت تشتاقو إليه ونايم بجواره النوم راحة سواء للرأي أو للميت النوم كويس جدا في المنام النوم كويس جدا يعني لما نيجي نشوف ميت نايم راحة للميت أشوف أنا نايم هذه الرؤية برضو تدل على الراحة النفسية التي أعاني منها وحين تدل على صلاح الحال وحين تدل على طول العمر كمان فهي رؤية محمودة بإذن الله تبارك وتعالى التصاق الرأي بالميت في المنام وهو ينام بجواره هذه الرؤية تدل على طول العمر كما زجرناها تدل على زوال بعض الأزمات الشديدة التي يمر بها الرأي وربما تدل على تغييرات إيجابية في حياته في الفترة القادمة بإذن الله وحين تدل على العاطفة الشديدة بالنسبة لاشتياقي لهذا الميت تدلنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته